اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فإن استقبال الكعبة ركن من أركان الصلاة فإذا قام المسلم إلى الصلاة فعليه أن يستقبل الكعبة حيث كان في الفرض والنفل لا تصح الصلاة إلا بذلك ولكن استقبال الكعبة يسقط عن المحارب في صلاة الخوف وفي القتال الشديد وكذلك يسقط لاستقبال عن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطائرة إذا خشي خروج الوقت ويسقط أيضا عن من كان يصلي نافلة أو وطرا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها ولكن يستحب له إذا أمكن أن يستقبل بالدابة القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته ويجب على من كان معينا للتعبة مشاهدا لها أن يستقبل عينها أي ذاتها وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها إذا صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد أن يبذل الوسع ويجتهد ويتحرى جازت صلاته ولا إعادة عليه لأنه قد بذل وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا صلى إلى غير القبلة مع بدل الوسع والاجتهاد وغاية التحري ثم صلى جازت صلاته مع أنه يصلي إلى غير القبلة ولا إعادة عليه وإذا كان يصلي بعد الاجتهاد والتحري إلى غير القبلة فجاءه من أخبره وهو يصلي بجهة القبلة فعليه أن يبادر إلى استقبال القبلة وصلاته صحيحة مع أنه صلى ما صلى قبل أن يخبره من أخبر عن خطأه في استقبال القبلة صلى قدرا من الصلاة وجزءا منها إلى غير القبلة ولكن صلاته صحيح استقبال الكعبة ركن من أركان الصلاة استقبال القبلة أن يكون الإنسان مستقبلا ببدنه القبلة القيام في الصلاة ركن فيجب على الإنسان أن يصلي قائما تكبيرة الإحرام ركن والقيام لها ركن ولذلك تجد أحيانا بعض الصراع الذين يأتون إلى المسجد والإمام راكع فيأتي بتكبيرة واحدة لا يكبر تكبيرة للإحرام من القيام ثم يكبر تكبيرة الانتقال ويركع ولكن لأنه متسرع يريد أن يدرك الركعة مع الإمام يأتي بتكبيرة واحدة ويأتي بها من غير القيام في كثير من الأحيان يعني يأتي بها وهو راكع يقول الله أكبر فتجده راكعا والأصل أن يدخل الصلاة بالتحريمة يعني بتكبيرة الإحرام التي تحرم في الصلاة الأقوال والأفعال التي ليست من الصلاة فكثير من السراء يقعون في هذا الخضأ الفادح لأنه يأتي بهذه تكبيرة إن كانت هي تكبيرة الإحرام فقد أتى بها من غير قيام والقيام لتكبيرة الإحرام عند القدرة أمر لا بد من أن يتوفر لأنه ركن في حد ذاته في الصلاة فإذا أتى بتكبيرة الإحرام من غير قيام بطلت صلاة وإذا كان الذي أتى به هو تكبيرة الانتقال فأين تكبيرة الإحرام فالقيام في الصلاة يصلي قائما يجب عليه ذلك والقيام ركن إلا في حالات كالمصلي صلاة الخوف وفي القتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا لا قائما وكذلك المريض العاجز عن القيام يصلي جالسا إن استطاع وإلا فعلى جنب المتنفل له أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء ويركع ويسجد إيماء برأسه وكذلك المريض ويجعل سجوده أخفض من ركوعه إذا لم يستطع أن يمس بجبهته الأرض فيجعل السجود أخفض من الركوع ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا أمامه كوسادة مثلا من أجل أن يجعل جبهته وأنفه عليها في حال السجود فيجعل ذلك مرفوعا ليسجد عليه وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته والصلاة في السفينة والطائرة جائزة لا شيء فيها وله أن يصلي فيها قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أواصا لكبر سنه أو ضعف بدن ويمكن أن يجمع بين القيام والقعود في صلاة الليل بدون عذر يصلي ويقرأ جالسا وقبيل الركوع يقول فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما ثم يركع ويسجد ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية إذا صلى جالسا فالسنة أن يجلس متربعا إلا إذا كان لا يستطيع أو يشق عليه أن يصلي متربعا يعني أن يجلس متربعا فعلى أي جلسة أخرى يستريح بها ولا حرج عليه ويجوز أن يصلي من غير شيء في رجليه حافية وأن يصلي أيضا متنعلا والأفضل أن يصلي طارة هكذا وطارة هكذا حسب ما تيسر له فلا يتكلف أن يلبس المعلي من الصلاة إذا كان يمكن أن يصلي حافيا وكذلك لا يتكلف أن ينتعل إذا ما أمكن أن يصلي حافيا ولا أن يصلي حافيا إذا أمكن أن يصلي منتعلا ولكن على حسب ما يكون هنالك من أمر يسره الله إذا خلعن عليه لا يضعهما عن يمينه ولكن يضعهما عن يساره إلا إذا كان هناك من يصلي على يساره فإذا كان هناك من يصلي فإنه يجعلون عليه بين رجليه ولا يجعل لعليه في قبلته يصلي إليهما وهذا آدب أغفله كثير من جماهير المسلمين يجعلون نعالهم في قبلتهم يصلون إلى نعالهم إذا لم يمكن فليجعل عليه بين رجليه كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه يصلي على المنبر للتعليم أحيانا فكان يقف على المنبر صلى الله عليه وسلم لكي يراه أصحابه البعيد كالقريب على السواء فكان يصلي متجها إلى القبلة وكان ظهره الشريف صلى الله عليه وعليه وسلم إلى أصحابه صلي وهم يرون ما يصلع في الصلاة فإذا جاء السجود رجع القهطرة يعني يرجع إلى الخلف متقهقرا حتى يسجد في أصل المنبر فإذا فرغ من السجود قام فصعد المنبر فأتى في الركعة الثانية كما فعل في الأولى يعلم فهذا جائز لا شيء فيه أن يكون الإمام على شيء مرتفع وأن يعلم الناس حتى يروا هذا الأمر وفي هذا دلالة على صفق الإسلام العظيم ولكن لا نقول هذا الإسلام لا يقارن بشيء منهج الإسلام في التعليم والأخذ بالمسائل العملية في التعليم بل أحيانا اتخاذ الوسائل التعليمية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتهاز ما يعن أو يعرض أو يظهر في الحال في أثناء الجلسة التي يقع فيها التعليم ما يكون هناك من أجل نفط المتعلم لما سيلقى إليه من المسائل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن الشجرة التي هي كمثل المؤمن وبين هذه جمار يأكل منه صلى الله عليه وعلى آله سلم يجب أن يصلي المصلي إلى سطرة يجعل بين يديه سطرة لا تقل عن شبر أو شبرين لا يكون أوطأ من ذلك ولا أقصر منه فيصلي إلى استوانة المسجد إلى الحائط المهم أن يجعل بينه وبين من يمر بين يديه سطرة ولا يقف يصلي هكذا مطلقا وإنما يجعل سطرة وهذه السطرة واجبة ويذنو منها بحيث يكون بينه وبين السطرة ممر شاه إذا مر إنسان بعد موطن سجوده يعني بعد سطرته فلا شيء عليه طالما أنه لم يكن بينه وبين السطرة أما إذا جاء يمر بينه وبين السطرة فعليه أن يقاتله وأن يجأ في عنقه فإنما هو شيطان وفي الرواية الثانية فإنما معه القرين فليقاتله ويجأ في عنقه كما قال الرسول صلى الله عليه وعليه 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 ولا يدعه يمر بينه وبين سطرته هذا الأمر مهم جدا حتى في البيوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة الحائض يعني التي بلغت المحيط إذا مرت بين المصلي وسترته أو مرت بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سطرة وهو يصلي فإنها تقطع صلاته وكذلك الحمار والكلب الأسود فاتقاد السطرة واجب ينبغي على المصلي أن يلتفت إليه المرور بين يدي المصلي من أكبر الذنوب والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الإنسان لأن يظل قائما أعواما ذوات عدد حتى يفرغ المصلي من صلاته ولا يمر بين يديه فإن ذلك يكون أهول عليه وللمصلي والمار بين يديه حالات فأحيانا يكون الإثم على المصلي وحده ويكون الإثم أحيانا على المار وحده ويكون الإثم أحيانا على المار والمصلي معه وأحيانا لا يكون إثم لا على المار ولا على المصلي إذا كان في المسجد مكان يمكن أن يصلي فيه المصلي فترك ذلك وقف يصلي في ممر الناس بحيث إنه لا يستطيع الداخل أن يدخل المسجد إلا إذا مر بين يديه فإن الإثم في هذه الحالة على المصلي وحده والمار لا شيء عليه وإذا متخذ المصلي سطرة ودخل من دخل المسلد ومر بين يدي المصلي وعنده المتسع أن لا يمر بين يديه فالإثم في هذه الحالة على المار وحده وإذا وقف المصلي يصلي في مكان هو ممر للناس ولكن هناك عوض عنه بحيث إن الإنسان يمكن أن لا يمر بين يديه وإن أساء الوقوف فأصر على أن يمر بين يديه فالإثم عليه ما معنا وأما إذا وقف في ممر الناس ووجد الزحام ولم يجد إلا ذلك المكان بحيث لا يجد غيره والداخل أو المار لا يجد ممرا غيره فلا إثم لعلى هذا ولا على هذا ترتفع السطرة بمقدار شبر أو شبرين على الأرض ويتوجه إلى السطرة مباشرة ويصمد إليها صمدا ولا ينحرف عنها يمينا وشمالا كما يفعل كثير من الذين يصلون إلى الأعمدة والإصطوانات في المسجد كأنهم ينحرفون عنها يمينا أو يسار وإنما يصمد إليها صمدا ويمكن أن يكون الإنسان في الخلاة معه العصر فيغرسها بين يديه أو إلى الشجرة تكون هناك أو الإصطوانة أو الجدار أو المرأة المضجعة بين يديه كما كانت عائشة تفعل أثناء قيام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل في البيت وكانت تضجع بين يديه بضوان الله عليه يمكن أن تكون مضجعة على سريبها أو تحت لحافها وهذه حالات وردت في السنة مع زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن يصلي إلى الدابة ولو كانت جملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو السبب الذي لأجله قال ولو كانت جملا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فأجازها وقال إنها بركة فلما سئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا لأن الإبل شياطين يعني شياطين الحيوانات أنها تثور وعندها حقد إذا ما بدى لا يمكن أن يرد ولذلك يقال في المثل العربي القديم فلان أحقد من الجمل هو أحقد من الجمل لأن الجمل من أحقد الحيوانات قط وإذا منفلت زمامه لا يرد فيحرم المرور بين آداء المصلي ولو كان في المسجد الحرام إلا إذا كانت حالة من الحالات الموصوفة فيما مر ذكره لأن المسجد الحرام في كثير من الأحيان يكون فيه من الزحام ما يمنع من مثل هذه الأمور فكيف يتخذ الإنسان سطرة ومكان السطرة مكان مصلم بين يديه أو جانس أو غير ذلك أسأل الله أن يزيده تشريفا وبركة إنه على كل شيء قدير يمنع الإنسان المصلي المار بين يديه ولا يدعه يمر بين يديه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يسطره من الناس فأراد أحد أن يجتاز أن يمر بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع وفي رواية فليمنعه فليمنعه قالها مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان فلا يدع أحدا يمر بين يديه في أثناء الصلاة خاصة إذا اتخذ السطر فليجوز أن يمشي إلى الأمام حتى يمر طفل غير مميز أو دابة تكون هناك تمر من ورائه ولا تمر بينه وبين سطرته حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضي إلى الأمام ماشيا صلى الله عليه وسلم حتى يلتصق بطنه بسطرته صلى الله عليه وسلم لتمر أشياء من خلفه صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة البالغة أي المرأة الحائض يعني التي بلغت المحيض لا أن تكون في حال مرورها بين يدي المصلي في حالة حيض ولكن المرأة التي بلغت المحيض سواء كانت في حال حيض أم كانت في حال طهر إذا مرت بين يدي المصلي بعد أن بلغت يعني بعد أن أدركت يعني بعد أن رأت الدم يعني بعد أن بلغت المحيض إذا مرت بين يديه قطعت عليه صلاة ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنة الظهر أو سنة العصر مثلاً يحدد ولا يجهر بذلك ولا يلفظ به فإن الجهر بالنية وإن التلفظ بها بدعة ضلالة يكذب يستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام الله أكبر وهذا ركم لأن مفتاح الصلاة الطهور وتحليمها التكبير وتحليلها التسليم لا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما إذا كان يصلي وحده لا يرفع صوته بالتكبير ولا يرفع صوته بالتكبير إلا إذا كان إماما ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس في حالات إذا كان الإمام ضعيف الصوت مريضا فلا يسمع من هنالك فيبلغ المؤذن التكبير عنه وكذلك إذا كثر المصلون خلفه ولم تكن هناك آلات تكبر الصوت بحيث يسمع في الجمع الكبير فحينئذ يمكن أن يبلغ من هنالك ولا يكبر المأموم إلا بعد انتهاء الإمام من التكبير يعني لا يسبقه ولا يواطئه لا يوافقه لا يسبقه في التكبير لا يسبقه في التكبير ولا يوافقه في التكبير وإنما إذا كبر الإمام فكبره فإذا فرغ من التكبير كبر المأموم وكذلك أحيانا يحدث أن يكون الإمام آتيا بالتكبير للهوي من القيام إلى السجود الهوي إلى السجود عندما يقول الله أكبر ليسجد بعد الرفع من الركوع من قيام الله أكبر ليسجد يقول الله أكبر وهو واقف مثلا قبل أن يسجد فتجد الناس يسجدون قبل الإمام هذا خطأ لا ينبغي أن يسجد الإنسان إلا بعد أن يتمكن الإمام من السجود بعد أن يمكن الإمام جبهته على الأرض في السجود فقد يكون الإمام من عادته مثلا أن يقول الله أكبر قبل أن يسجد وهو قائم أو هو يهم بالسجود يقول الله أكبر فتجد من وراءه يسجدون وهو لم يسجد بعده والسنة أنه لا بد أن ينتظر المأموم حتى يتمكن الإمام من تمكين جبهته من الأرض ثم يسجد بعد ذلك يرفع يديه في أثناء التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير قبل ذلك ثابت فيرفع يديه ويرفعهما ممدودة الأصابع يرفع يديه مع مد أصابعهما من غير تكلف تفريج ولا ضم وإنما يرفعهما ممدودتي الأصابع ويجعل كفيه حذو منكبين فيجعل يديه هكذا بحذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين إن بالغ في الرفع فهيئتان في رفع يديه عند التكبير أن يجعل كفيه حذو منكبين أو يجعل كفيه مرفوعتين إلى فروع أذنيه إن بالغ في رفعهما ويضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير وهذا من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر كفيه اليسرى أو على الرسغ والساعد على ظهر كفيه اليسرى وعلى الرسغ والساعد هكذا فيجعل على ظهر يده أو على كفيه اليسرى يده اليمنى وعلى الرسغ هو المفصل والساعد أو يقبض بيده اليمنى على يده اليسرى ويجعل يديه على صدره فيقبض باليمنى على اليسرى أو يضع اليمنى على ظهر كفيه اليسرى وعلى الرسغ والساعد وبحل الوضع على الصدر فقط والمرأة هو الرجل في ذلك على السواء فالمرأة تقبض بيدها اليمنى على يدها اليسرى أو تبسط يدها اليمنى على ظهر يدها أو كفها الأيسر مع الرسل والساعد وتقبض على الصدر كبرجل سواء بسواء ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته وعليه أن يخشع في الصلاة وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف أي عن الخشوع من زخارفة ونقوش فلا يصلي بحضرة طعام تشتهيه النفس ولا يصلي وهو حاقن أو وهو حاقب أي يدافعه الأخبثان وينظر في القيام إلى موضع السجود ينظر في قيامه إلى موضع السجود ولا يلتفق في الصلاة لأن الالتفات في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرجل يلتلثة في صلاة يعني يقف يصلي وينظر مرة إلى نمين ومرة إلى نسار ومرة إلى الأمام لا يمنعه عن النظر إلى الخلف إلا الحياة ولكن ينظر في جميع الجهات الأصلية الأربع مستثنيا للخلف واحد هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيطان يعبث به ويأتي إلهي لكي يختلس من صلاة يختلس من صلاة هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد على المرء أن يكون حذرا وأن ينظر إلى موضع السجود لا يحول بصره عن موضع السجود مع الخشوع ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء عندما يكون في الصلاة بعض الناس يرفعون أبصارهم إلى السماء حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أن تختف أبصارهم أن يعميهم الله رب العالم فلا ينظر أن أحد إلى السماء في أثناء الصلاة وإنما ينظر عند القيام إلى موضع السجود ويأتي بدعاء الاستفتاح والعقية التي وردت في استفتاح الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وثابتة وصحيحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء فينبغي المحافظة عليه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلاها غيرك دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام ووضع اليدين على الصدر على الهيئة المعروفة مع الخشوع وإرسال البصر إلى موضع السجود ويأتي بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ويقرأ يستعيد بالله تبارك وتعالى وجوباً ويأثم بترك الاستعادة يستعيد بالله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته وطارة يقول أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم يعني يأتي بصيرة من صير الاستعاذة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأثم بطرك ذلك لأنه واجب يأتي بالاستعاذة بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه أي بترك ذلك بعد أن يأتي بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يأتي بالبسملة في سره بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتح بتمامها والبسملة منه وهي ركن لا تصح صلاة إلا بها فيجب على الأعادم والجهل الذين لم يفتح الله تبارك وتعالى عليهم بحفظ الفاتحة أن يحفظوها فإنهم يحفظون كثيرا من الأغاني ربما الأجنبية بلغات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى فليحفظوا الفاتحة وليصحوها على قارئ يحسن القراءة فإن الفاتحة ربما وقع فيها لحن جلي أفسد الصلاة كما يفعل كثير من المصلين الجهلة عندما يقول اهدم الصراط المستقيم أو يقول اهدم الصراط المستكين إلى غير ذلك من تلك الأشياء وأما اللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا من كان حادقا بالتلاوة فإنه لا يبطل الصلاة ولا تبطل الصلاة به ولا وقع في الفاتحة حتى إن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن اللحن الجلي الذي لا يغير المعنى إذا وقع في فاتحة الكتاب في الصلاة فإنه لا يبطلها شريطة ألا يغير المعنى فلو قال الحمد لله رب العالمين فصلاته صحيحة لأن المعنى لم يتغير عنه لحن لحن جلي فلا نتشدد من مثل ذلك التحري الزائد عن الحد في إخراج الضاد من موضعها أو القول بأنها لا تنطق على الوجه الصحيح الذي نطقه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من تلك المتاهات وأن الضاد التي ننطق نحن بها حتى في الفاتحة إنما هي دال مفخمة إلى غير ذلك من تلك التهاويم والمضائق التي ليس لها عند الله تبارك وتعالى من وجه تقوم عليه يوم القيامة عندما يأتي الآتي بها يفرق المسلمين وصفهم ويشككهم في صلواتهم ويدعي الآتي بمثل ذلك أن صلاة جماهير المسلمين باطلة لأنهم يلحنون في الصلاة هذا اللحن الجلي المهم يأتي بفاتحة الكتاب فإن لم يستطع أن يأتي بالفاتحة أجزاءه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي لا يحفظ الفاتحة أو لا يستطيع أن يحفظها يأتي بهذا الذكر أو ما تيسر من ذكر مقام الفاتحة إن كان لا يحفظ الفاتحة والسنة في قراءة الفاتحة أن يقطعها آية آية يعني أن يطف على رؤوس الآية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا إلى آخر الفاتحة نلتفت إلى أمر مهم هو أن البسملة من الفاتحة والذين تبعون السنة يعلمون أن عدم الجهر بالبسملة في الجهرية عندما يكون المرء إماما هو من السنة هو من السنة عدم الجهر أقوى عدم الجهر بالبسملة أقوى ولكن جماهير المسلمين الذين لا يعلمون ممن يصلون وراء الآئمة الذين يحسنون بهم الظلم ويثقون في علمهم عندما لا يسمعه يأتي بالبسملة فإنه إذا قام هو يصلي لنفسه يقول الحمد لله رب العالمين ولا يحسب أن إمامه أتى بها سرة ولكن يظل ظنا أنه قد أهملها إهمالا فيأتي بما أتى به إمامه على حسب ما سمع فيقوم يقول الحمد لله رب العالمين ولا يأتي بالبسملة وهذا ظلم للنفس عظيم لأن الصلاة ذلك تبطل والبسملة آية من الفاتحة كما مر ذكر ذلك فالسنة القراءة في الفاتحة أن يقف على رؤوس الآي لا يتجاوزها ولا يقرأ الآيات موصولة ببعضها ما هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في جميع القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآيات ولا يصلها بما بعدها وإن كانت متعلقة المعنى بها حتى ولو تعلق المعنى بالذي يأتي بعد الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآيات ويجوز قراءتها مالك يوم الدين وملك يوم الدين على أساس أنها قراءة سبعية متواترة قراءة المقتدي لها للفاتحة ليقرأ المأموم وراء الإمام الفاتحة أو لا يقرأها لماذا أتى الشيخ بمالك وملك لأن الإنسان إذا لم يستطع أن يحقق المدى الطبيعي في مالك يوم الدين أتت منه كأنها مالك يوم الدين فيقول لك لا ترع يجوز أن تكون مالك يوم الدين وأن تكون مالك يوم الدين ولذلك نص عليها ها هنا لأن المدى الطبيعي لا يتسنى أن يأتي به جملة من الناس فطبيعيا في نطه أن يكون آكلا بعض شيء من المدى الطبيعي فكأنه يفنى ها هنا فتصير مالك يوم الدين مالك يوم الدين لا شيء ولا تثريب عليك ولا حرد قراءة المقتدي لها يجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية لا خلاف على هذا إذا دخلت في الصلاة السرية تقرأ الفاتحة وراء الإمام الذي يسجبها وفي الجهرية أيضا إن لم يكن يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا الإمام بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها وإن كنا نرى أن هذا السكوت بدعة ولم يثبت في السنة ولكن لن يكون موتا وخراب ديار وهو أتى به أتى بالسكوت فماذا نصنع وقع في البدعة ماذا نصنع له قرأ الفاتحة وسكت لكي يقرأ الناس اقرأ فإذا في الجهرية لأن الشيخ يذهب إلى نسخ قراءة المأموم الفاتحة وراء الإمام في الجهرية ويذهب إلى هذا فقال تقرأ في الجهرية إن لم يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها أي في السكتة المقتدي أي المأموم من قراءة الفاتحة قال وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة القراءة بعد الفاتحة يسنى أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة حتى في صلاة الجنازة على عكس الشائع من أنه يقرأ بعد التكبيرة الأولى في الجنازة الفاتحة من غير سورة أو يأتي ببعض الآيات في الركعتين الأوليين ففي الصلاة في كل ركعتين أوليين منها فاتحة وسورة أو فاتحة وما تيسر من الآيات بعقب الفاتحة ويطيل القراءة بعد الفاتحة أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعان أو مرض أو بكاء صبي فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء صبي خفف في الصلاة رحمة بأمه صلى الله عليه وسلم وتختلف القراءة باختلاف الصلوات أيضا القراءة في الصلاة الفاتحة أطول منها في سائر الصلوات الخمس ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله يعني في القيام في التراويح في صلاة الليل تكون القراءة أطول ما يكون ولذلك سمي قياما أهو قيام فقط؟ يعني عندما نصلي نحن نصلي القيام هل هو قيام؟ نحن نقوم ونركع ونسجد ونجلس ولا تشهد هو صلاة ولكن لماذا سمي قياما؟ لأن أبرز ركن فيه هو القيام أبرز ركن في صلاة الليل قيامها ولذلك يقال قيام الليل لأنه يطيل القيام جدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية وعن يجعل القراءة في الأخرين أقصر من الأولين قدر النصف قراءة الفاتحة في كل ركعة تجد قراءة الفاتحة في كل ركعة ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخرين أيضا أحيانا يعني يمكن أن تقرأ في الثالثة وفي الرابعة الفاتحة وصورة أيضا ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من كبير مسن أو مريض أو امرأة لها رضيع أو على ذي حاجة ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاط والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء ويسر بالقراءة في صلاة الظهر والعص وفي الثالثة من صلاة المغرب وفي الأخرين من صلاة العشاء ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية يعني وهو يقرأ يمكن أن يرفع صوته شيئا لا على سبيل إسماء الجميع ولكن يمكن أن تسمع الآية التي يقرأها الإمام في الصلاة السرية وهو يصلي صلاة سرية وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيهما تارة ويجهر تارة وتوسط في رفع الصوت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر ومر عليه صلي فقال دون هذا قليلا يعني خفض صوتك قليلا ومر على أبي بكر وكان أسيفا خفيض الصوت فقال فوق هذا قليلا فآتى بالأمر على الوسط صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرفا حرفا ويزين القرآن بصوته ويتظنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد ولا يتظنى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية مثلما يفعل كثير من الأئمة يرقصون المدود ترقيص المدد إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي هي معيبة جدا لأنها تشمل القرآن العظيم ويشغع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا أرتج عليه في الكراء ولكن لا يعجل عليه وأن لا يتناوب المصلون على الفتح على الإمام بل يكون هناك واحد يتولى مسألة الفتح على الإمام إذا أرتج عليه إلا إذا كان هو قد وهم أيضا أو أخطأ فيصوب له من هناك إذا فرغ من القراءة سكت سكتا لطيفة بقدر ما يتراد إليه نفسه ثم يرفع يديه عن الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرار بعد أن يفرغ من القراءة قراءة الصورة أو الآيات يريد أن يركع يسكت سكتا لطيفة ثم يرفع يديه حذو من كبيه أو إلى فروع أذنين على أي وحدة منهم ويكبر للانتقال وهو واجب ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو ما أخذه وهذا ركوع بعض الناس عندما يركع يثني هذا المفصل في ركوعه والأصل أن يكون ممدودا لكي يكون ظهره مشدودا وأن تكون رأسه بحذاء ظهره وقال الفقهاء قديما بحيث أنه لوض عليه ماء من سكد ولا سال يعني يستقر لاستقرار ظهره مع رأسه لا أن يرفع رأسه هكذا فوق مستوى ظهره ولا أن يخفضها حتى يجعل ذقنه في صدره ولكن يجعل رقبته مع مؤخر رأسه مع ظهره شيئا واحدا ثم يقبض بيديه يقبض بيديه على ركبتي يركع بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو ما أخذه وهذا ركن هذا الاستقرار في الركوع ركن في حد ذات فإذا ركع ثم قام في لمحة البصر أو برقة البرق الخاطف خطفة البرق الخاطف فما ركع ولا صلى فعليه أن تستقر مفاصله في حال الركوع يضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه وهذا كله واجب يمد ظهره ويبسطه حتى لو صب عليه الماء لا استقر وهو واجب ولا يخفض رأسه ولا يرفعه ولكن يجعله مساويا لظهره ويباعد مرفقيه عن جنبيه ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فلا تمرات أو أكثر ولا يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم من غير أن يخرج لسانه فإن العزيم سوى العظيم العزم شيء والعظمة شيء آخر سبحان ربي العظيم يخرج لسانه قد يقول قائل إن هذا يشق على الناس فتقول لهم لو أن أحدهم أراد أن يعمل في عمل يتطلب منه لغة أجنبية كالإنكليزية مثلا فإن أول ما يتعلم أن يخرج لسانه في الذا the pin فإذا لم يخرج لسانه قامت القيامة أول ما يتعلم the pin say والبيل خفيفة والبيل ثقيلة والله المستعان وأما عندنا في العربية فكله عند العرب صابون فهذا يجمل وهي لغة القرآن ويتغير بها المعنى وعبدالوهاب عزام عفى الله عنه قديما وكان أستاذا للأدب العربي في الجامعة المصرية القديمة جاءه أحد طلابه المتحذقين الذين تربوا في المدارس الأجنبية وقال أنتم تصعبون الأمور قال ولما قال تلزمون الناس بإخراج اللسان في الثاء والذال والضاء فقال له وهذا عسير قال عسير جدا فقال يا ولدي كسر الله أمثالك فانظر كيف اختلف المعنى لأن كثر الله أمثالك يعني أكثر منهم فجعلهم كثير وأما كسر الله أمثالك فكسرهم تكسيرا فاختلف المعنى فهذه الأمور ينبغي على الإنسان أن يتأمل فيها لأنها أمور مهمة جدا في الشريعة لكل شيء قانونه يقول سبحانه ربي العظيم ويسوي وهي السنة بين الأركان في الطول فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود لا يقرأ القرآن لا في الركوع ولا في السجود الاعتدال من الركوع يرفع صلبه من الركوع وهذا ركن ويقول في أثناء الاعتدال سمع الله لمن حمده وهذا واجب بعض الناس لا يعتدل من الركوع يعني يقوم نصف قومه ثم يهوي سافده هذا خطأ تبطل به الصلاة لا بد أن يقيم صلبه من الركوع بعد الركوع سمع الله لمن حمده ويقيم صلبه إلا إذا كان هناك مرض يمنعه من قيام صلبه فهذا شيء آخر ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجه المتقدم يرفع يديه ممدودتي الأصابع حذول من كذين أو إلى فروع الأذني ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم ما أخذه وهذا ركو يقبض بيديه على الصدر بعد الرفع من الركوع يقول في هذا القيام ربنا ولك الحمد وهذا واجب على كل مصل ولو كان مهتم فإنه ورد القيام أما التسميع فورد الاعتدال يقول حتى لو كان مأموما سمع الله لمن حمده في أثناء الاعتدال من الركوع إلى القيام هذا ورد ورد هذا الاعتدال سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمأموم أيضا أما التسميع فورد الاعتدال ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم ثم يسجد أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وصم الله وسلم على دير ترجمة نانسي قنقر